السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري أمراض معادية وجهاز هادم وكبد أتشارب بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن الفطريات الفطريات هي ميكروبات بتهاجم الجسم وتسبب أمراض معادية الفطريات دي زيها زي البكتيريا زي الفيروسات كائنات حية بتهاجم جسم الإنسان بالنسبة للأصحاء ما بيعانوش كتير يعني الفطر بيهاجم جسم الإنسان ولكن بمجرد ما الإنسان بياخد الأدوية اللي بتعالج الفطريات بيشفى على طول في خلال فترة صغيرة وبينتهي المرض أما بالنسبة للناس اللي هي عندها مشاكل في المناعة فالفطريات بتهاجم جسم الإنسان بقوة وبتأثر عليه بشدة وفي نفس الوقت مش بتأثر بس على الجلد أو على الأظافر أو على فروة الراس أو بس في الفم أو اللسان أو المهبل لا دي كمان عند الناس اللي هي عندها مشاكل في المناعة وضعف في المناعة بتأثر أيضا على الرئة وبتأثر أيضا على المخ وبتأثر على الأعضاء الداخلية وأجهزة الجسم الداخلية طيب بالنسبة للفطريات لما بيلاقي حد عنده فطر وبياخد العلاج بتاعه وما بيستجبش للعلاج بسهولة بنشك إنه يكون عنده ضعف في المناعة طبعا بالنسبة لمرض الإيدز في الدول الغربية الكثير من الدول قضت على موضوع مضاعفات الإيدز بالعلاج المبكر بالاكتشاف المبكر للمرض وبالتالي الحالات اللي هي بيجيلها إيدز تعتبر قليلة قوي أقصد اللي هي مضاعفات مرض الـ HIV ليه؟ لأنهم بيعرفوا يكتشفوا المرض بسرعة وفي نفس الوقت بيبتدي المريض ياخد العلاج بتاعه عندهم الوعي الكافي لاكتشاف المرض مبكر وفي نفس الوقت وصمة العار أقلب كتير من بلدنا وبالتالي ما بيمرش المريض بمضاعفات الإيدز والفطريات ما بتهاجمش جسمه طبعا بالنسبة للفطريات زي ما قلت لكم الإيدز من ضمن الأمراض اللي بيحصل فيها ضعف في المناعة أيضا في حالات أخرى زي الناس اللي بتاخد مضادات حيوية فترات طويلة أو الناس اللي هي بتاخد أدوية مثبتة للمناعة نتيجة نقل الأعضاء أو الناس اللي هي عندها سرطان سواء مثلا سرطان في الرئة أو سرطان في الغدد اللينفاوية أو مرض اللوكيميا اللي هو سرطان الدم أو الناس اللي بتاخد كورتزون فترات طويلة كل دول معرضين أن يحصل لهم عدوى فطرية وبتهاجم الأعضاء الداخلية للجسم وبتقعد فترات طويلة في جسم الإنسان أيضا في بعض الأدوية مثل الأزاسيوبرين والميزوتريكسات والسايكولوسبورين دي أدوية مثبتة للمناعة أيضا الناس اللي بتاخد هذه الأدوية معرضة أن يجي لها أمراض فطرية من أهم الأمراض الفطرية اللي بتواجه الإنسان الكنديدة والكنديدة دي بتعيش ممكن على الجلد وممكن تعيش أيضا في الفم وتهاجم الأشياء المخاطية للفم وده ممكن يؤدي إلى بياض اللسان وفي نفس الوقت ممكن تهاجم البلعوم وتهاجم المريء ويبقى في صعوبة في البلع أيضا في المقورات الخفية الفطرية وده ميكروب فطري ممكن يهاجم جسم الإنسان وخصوصا الناس اللي هي عندها إيدز في المراحل النهائية للـ HIV اللي هم ما بياخدوش هلاك وده ممكن يصيب المخ ويؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وهمدان وضعف في التركيز ونسيان والمريض يحس أنه هو تاية وفي نفس الوقت ممكن يدخل في غيبوبة أيضا ده النسجات ده النسجات ده عبارة عن فطريات والفطريات دي بتبقى موجودة في الأرض أو في التربة أو في براز الخفافيش أو براز الطيور وده ممكن نلاقيه أيضا في الكهوف وده اللي احنا بنقول عليه مرض الكهوف نتيجة ناس بتخش مغارات أو مناطق ضعيفة التهوية مؤردين لهذا النوع من أنواع الفطريات وده ممكن يهاجم الرئة بتاعة الإنسان لو الشخص سليم بيبقى سهل العلاق بتاعه لكن لو الشخص عنده ضعف في المناعة ده ممكن يؤدي لأمراض خطيرة في الرئة وممكن يحصل لا قدر الله الوفاة فيه أيضا حمى الوادي الفطري وده أيضا ممكن تهاجم جسم الإنسان والأصحاء عادة لما بياخدوا العلاج بيتحسنوا بسرعة ولكن الأشخاص اللي هم عندهم ضعف في المناعة ممكن يحصل لهم مضاعفات خطيرة طبعا مهم أننا نحن نبقى عارفين إزاي نشخص الفطريات بالنسبة للفطريات أولا الدكتور بيعرف التاريخ المرضي بيشوف إذا كان هذا المريض بياخد أدوية مطبطة للمناعة ولا لا زي كورتيزون أو أدوية أخرى بيعرف إذا كان فيه أورام سرطانية أو HIV وما ياخدش العلاج بتاعه ودخل في مرحلة الإيدز كل دي الدكتور بيكتشفها وبيعرفها من التاريخ المرضي ومن الكشف على المريض طبعا فيه أدوية لعلاج الفطريات من أهمال أمفوترسين والفلوسيتوزين طبعا الأدوية دي ممتازة بالنسبة لعلاج الفطريات ساعات بيدي أقراص أيضا لعلاج الفطريات وبعض الأحيان بيدي كريمات لو هي على الجلد أو على الأخشياء المخاطية طبعا مهم جدا أننا سنبقى عارفين أن ده المبيضات اللي هو الكنديدا ساعات بيهاجم الإنسان بقوة خصوصا الفم أو المهبل ويعمل مشاكل والتهابات مزمنة وزي ما قلت لكم الالتهابات المزمنة لو موجودة بالنسبة للفطريات بنشك أن هذا المريض عنده ضعف في المناعة وبالتالي بنبتدي نعالج ضعف المناعة بالنسبة أيضا للتشخيص في بعض الأحيان بيتم زراعة الفطر لكي نعرف نوع هذا الفطر أنا سأخبر رقم الوصف لأي استفسارات أو إرسال تقارير طبية 02010-27-28-4778 أشكركم جزيلا الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته